حاسماً موقفه من الترشح للرئاسيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيبا يدع ملف ترشحه رسمياً لدى مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلوس محطة تأتي لتضع دبيبا مرشحاً رئاسياً ضمن المعترك الانتخابية رغم الجدل الذي صحب قدرته على التواجد في السباق الرئاسية وفق ما يمليه قانون الانتخابات من شروطها إذا قام قدم بهذا الطلب ستحيله المفوضية إلى جهات المناطبها التحقق من شروط الانتخاب لا ندري كيف سيكون الأمر في الأيام القادمة خاصة أنه لم يتبقى إلا أقل من 24 ساعة عن إقفال باب الترشح للانتخابات الرئاسية الحديث عن التعديلات هو حديث يشبه الأماني لا أظن بأن المجلس النواب سيجري هذه التعديلات لأنه من البداية أراد من هذه الشروط إقصاء رئيس حكومة الوحيدة الوطنية وإذا كان تلميحه باللجوء إلى القضاء للطعن في موانع قانون الانتخابات المفصل على مقاس أشخاص بعينهم بحسب دبيبه فإن إدعى أوراق طرشحه يفتح الباب أمام سيناريوهات قد تجعل الرجل في ميزان لا يستهان به ضمن الأسماء الوزنة في السباق الانتخابية ويتدعم هذا الطرح بحسب مراقبين بوجود ثغارة قانونية في صالح دبيبه السيد عبد الحميد بيبه رئيس حكومة الوحيدة الوطنية والذي حقق شعبية كبيرة من خلال عمله خلال الستة أشهر الماضية والتي نجح خلالها في التغلب على كثير من المشاكل التي كانت تواجهه الليبيون ومن أهمها مشكلة الكهرباء ومشاكل المرتبات وغيرها من المشاكل أيضا البنية التحتية وقبيل نحو 24 ساعة عن غلق باب الترشح للرئاسيات لا تزال الظروف المحيطة بإجراء الانتخابات في ليبيا تخيم على المشهد العام أمام استمرار التوجس من ترشح أسماء ترفضها كتلة شعبية واسعة داخل ليبيا